الاسمالي انا انا كتنقول الشي كان مغريبي من الاحسن فريق الشبابيو يدربو اجنع بي خسك ما خسك تكون ما تتسمع ما فيمتي ما ما تسمع صعيب انتي قادات الشريع انا فريق شعبي كي 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 تبعو عشرين مليون فيمتي كان مبارا اللي كان مستودع مش عند الار بيط اللي كتكرنو كي احتجري شنو الكواليس اللي كان فيو عبر طلق واحد عشر دقيقة وما يهاجبو علينا علينا وكيدفع فيون دب احنا كان مشيو بقونتخ واحد كورا ما فيهاش اورجو هس تانية ما فيهاش تالتا بتسودعك واذا جالتو البكير شاعة عطل الاربيد حيدلينا الرائق اللي مقناش لاحبي مشاكل تسيري اللي خلص فريق راجع البيضاوي ميبقاش ناجح رغم الشعبية ديالو دعم القاعدة الكبيرة الجمارية ديالو ولكن ما دين مخلاتوش اسباب النجاح ديالو الشي المدريب اللي مكتطورش مع الفريق واللاعيب يعني تبالي انا ماشي مدريبي دبك يصير بالماشا موعد تدريب رالميكرو تبقى يقول شيء دي مو تيكنيك وتبقى يقول لهم الناس يلقي ولكن يرى الميكرو وراء البتيران هو المدريب طار الوطني سير دون الحيمر المشرف العام الحالي بنادي شباب ريالي سوال مرحبا بك مرحبا بك شكرا اخي حمزة عنا الديرفة ونتمنى تكون حلقة زوينة وتكون مل القلب وكون فيها الصراحة ان شاء الله مشوار ديالوال الحيمر اللي كيشوف مشوار ديالوال الحيمر بلغة الأرقام كتعتبر من أبرز نجوم كورة القادمة الوطنية اللي يجلبهم الدوري الاحترافي في مركز الظاهر الأيصر كن مجموعة من الأسماء من بينهم رضوال الحيمر لا المستوى الفردي لا المستوى الجامعي والألقاب اللي حققتي مع فريق الرجاء الرياضي مشوار طويل كيف شكولك تشوف الحيمر كيفش كانت البداية ديال الحيمر البوست ديال اريار قوش واش بديتي فيه ولا كنتي كتلعب بوست آخر كيفش شال الحيمر لقى راسورة واحد مارك يلعب سينيور فراج وباختصار لأنها تطلب وقت كثير باش نحلو نقولوا من أول لحظة جيت فيها اللي تختاري فيها وأنا في فئات الصغار يعني في المسيم 88 تقريباً كانت من اختياري البودالي ولي اختارني كان مرحوم وابدالي كدير اختيار وبديت عد عبدالرزاق الله يرحمه الدغاية في المينيم يعني مريته جميع الفئات ثلاثة وتعين الربع وتعين تمنا منادت عليها من المدريب اغيل اغير الجزائري ومن بعد اول مباراة رسمية كانت في موسم 94 او 95 كانت المدريب تيسن يعني تيسن هو اللعبني اول مباراة رسمية بدات الفتحة تتصرنا ابجوجو كانت الخصم ديري واعم موته يعني كان أحده يا عم موته هو اللعب أحده الليلي يعني جانح اول مباراة اول مباراة وأنا ما كشكلي هبدالبوسك كتكل لعب جانح ايمن جانح ايصر ولكن جوال الاندروسي الله يتكره بخير هذا كان كدربنا في فريق ديال الامل وكانت خرجت واحد الخطة في ثلاثة وتسعين كان خرجتها سكالة ديال بارن تروسينك دو ووسع ما لديك الوقت يعني باش تعرف الفكر كيفاش او مدري في الامل وخد ديال الفكر ديال تروسينك دو وليش كان انا منتاري عز منتاري كيلعب هناك يعني بيستون يعني من نكي اريار فلاش كتكون قرف الديبع كتدافع ومن كتكون في الهجوم كتهاجم وهديك الخطة يعني نجحت له وفزنا باب بطولة والعام الثاني يمكن فاش هذا شافوني يعني كنستعد وكننزل يعني شافوا ذلك الكاليتي اني عندي تقدر يكون ظاهر يعني واتمت المنادات عليها وفي اول كان داكتسان دار واحد اختيار يعني كان واحد اختبار كان وخمسة واربعين كان لعد حمان يعني حمان كانت يدرب خمسة واربعين جاء داك المدريب ودار تيس قال لهم بزي فانا بغي تغير ربعة وعشرين واحد ودار واحد تيس كنت لجحت فيه انا واسترجي وكان مراد امدح تلاتة كنا في الاسبور ونجحنا لانا دارنا واحد اللي ماجدنا تروه ماجدية ترونة مينيز وكان لعب حدايا باصير وعما نجاري كنت نابو عليا وكان انتذكر كنت شاق وسبح الله درت واحد ثلاثين دقيقة درتها مستواه ولكن كنت مغانا نتعزلش يعني كنمشي معهم كنطاك ليه كنناخد كورا كنلعب كنطلع كنهاجم فالاخر انا كندوش شعيت لي استرجيكي جريه وقال يا راه ازلونا انا وياكم وانا كتش كدقود قال يا راه احنا من الله دي الصافي ومن تمام اول مباراة اه طارق تقفي ولعبت انا استرجيكي لعبت المباراة رسمية اول مباراة الحيمر انت يعني عاصرتي واحد الجيل اليوم من الاجيهة الذهبية دي للراجم نعم كانوا استثناء البطولات كانوا ارقاب قاررية ناست متتابعة كنت متتالية نا متتالية لكن ما قلتي واحد السلسينة كانت الذهبية دي للتناشر سانة تقريبا او لا اتناشر سانة احتر من ربع وتسين تلا في مستة يعني دي همكال فترة الذهبية دي الراجم اللي خلت اولا يكون الراجم عنده اكبر قاعدة جماهيرية يعني في المغرب نا لان كانت الاداء والنتيجة ويعني يبدأ الفارق ما كانوا واحد وقت فارق كانوا نجوم اه كانوا نجوم كانوا واحد وقت كان الفارق يقلب على الفرجة ولكن من البعض وقت الفارق يقلب على الاداء والنتيجة نا يعني وحتى كما قلتي كانت واحد طرسانة كبيرة تصورنا يعني كما قلت لك هشي كي بغي طويل ولكن كانوا لاعبين واقصين بالله كيمشوا رسميا في منتخب وكيجوا ما كان لابوش فارق ما كان لابوش فارق وبعض المدربين ما كانوا يعني منهم رابح سدان والعماري وروكوف بعد مرات كتيكت كنا اغصيروا فش بدينك اللعبو في عاصمة الأبطال يعني كيجوك مباراة سبت ومباراة كتتأجيلك ولو جوش فراقي بعض مرات كانوا كي يلعبوا فرقها ذاك اللي كتلعب لارباة كتربح ثلاثة خمسة وبعض المرات كتلقات رجم بعض لعبين وخيكوا يتقلقوا ما كيقاوش رسم يعني مستدعين المباراة المتالية يعني كانت كورا وكانت فرقا وكان وكان رجم باش تلعب برا مشكلة يعني رجم أصعب الفرق اللي يتقلقوا أولا يتقلقوا على التابة ومستوى خاصة صنفتك الوقت ماشي تلعب وتدابة واخر لأننا وخاوكك صعيب وخار المستوى قل ولكن أولا كان لدينا فارق كمنتخب لايبينك يستدعوهم هنا ليميشانوك شو ما تلعبوش الثاني أجر مدرب خاصتك أداء ونتجة لأن هذا الراجع عندها هوية ربعا تلعب المدربين تدى وقع شامبيونا ومولدوفان كان محتل الصف الأول وبتسعود أنه قاتل مع تعشرة وتمسيخ أنا أريد أنك يدير الخطة دي في عيو وما كانت كيف يفرش يعني الراجعي لا ما فرشتيش وما لعبت شي صعيبة صعيبة وصعيبة لأنه مازال داك الوقت ما كانش في فيسبوك دابا ديبرا ما تديرش غماتش مزيان في فيسبوك هتلقى حرب هتلقى تسبو الششم وأنك يزرق وأنك هذا وأنك ود فلان وهذا وشي حويج مكينين فهمت شي صعيب أنت في الأوف قلت لي يا الراجع من الفراقي اللي صعيب تدربها نعم وصعيب تلعب فيها نعم نعم لأنه يجب أن تكون دائما في مستحوة لأنهم يشاهدون عينيهم كبيرة يعني دائما يجب أن تقدم كرة هجومية استحوات وضغط يجب أن تكون لعب مائين ومارتها في الراجع ديك يعني يجب أن تلعب هتلعب كرة هجومية وغط وغط استحوات على الكرة ما تخليش كرة لاطفية داب انت غير مدريب بعد مرات كي بغيت راجع لا تدابة تدابة أي مدريب خل السيطرة للخصم في الشوء الثاني وما بقاش مستحوات وما بقاش هجوم كتلقى واحد انتقاطات في التعاليق حتى في الشارع كنت تراجع واحد الوقت كدي شمبيونة وكاس العرش وجمور كدخل كيصفر على اللعاب وما وما راح دو أختراء وللفوق خصم ثلاثة القيامة في المولار وعند مرة تجيب على الجوج تسبب يعني خصتك صافي يعني كنت المستاوى 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 غد تنتاقد وغد تسبب لانه ها فهمتي غدي تتقلق انتقادات كثيرة للفريق ولاعبين فهمتي خصتك ديما في المستاوى يعني وخصتك إذا تعطيتك فرصة وغير انفو ما تلعبش مزيان كين رون بلاسة وشوف المستاوى وكين واحد خورت يتسند التالت يعني مشي سهلة يعني وعرفت مو دريبين كبار فهمتي هذا يعني مشي سهلة أنا كانو تكنوش دراري اللي في جيناراسون دياركم لاعبين كبار لعبو فمعاكم ضيجة في تواصل معاك يقولك انو كان لاعبين ليجوا من دول إفريقية جانوا بالصحراء داروا التاست فراجة وما تختاروش من بعد مشا سينة فرقة في الدوري فرنسي كبيرة كانوا لاعبين كيحتافوا في أوروبا لاعبين صعيب باش تلقى باش تلقى المكانة ديالك كان نقولك ما باش نكون أسماء حتى ما نقولك أسماء وازينة بعض الحين كانت تحتياطيه وبعد مرات ما كتتت لا تستدعى اليوم المباراة ما كتتكون فوكاش لا والله ما كتتكون فوكا وبالله لا ليس مقدر ما تلقاش الاسم دياله واحد من نجوم بطولة اه وتكون بعض مرات في المستوى يعني لما كتتش تطب يعني عمراسك ما غاديش تكون انت قلت بانه صعيب تلقى فراجه وصعي تدربه انت لعبتي فيه واليوم مو يدربه وشو كنت طمح تدرب الراجه ولا لا بالنسبة لي انا انا كتن مقوله شي كام غريبي من الاحسن فرق الشباوي يدربه أجنابي اجنابي ويكون عنده لغة اخرى فهمتي لانه باش تكون صندرة غير مع التدريب لانه فهمتي يعني خسك تكون ما تتسمع ما تسمع صعيب انتقادات فارق الشعبي كي تتبعوا عشرين مليون فهمتي يعني فارق اللي دائما تكون في مستوى ودائما تقدم كورا هجومية ودائما تحقق القاب يعني نهارا ما تديرش مباراة لاعبين قدروا لاعبين ما يكونوش في نهارهم بعض المرات يخوو بك لاعبين بعض المرات يخوو بك لاعبين ونهار تخوو بك لاعبين ما يكونوش قدمو المدريبك تحمل مسؤولية تقدر ما انت موال فيك تدير قهيوة وموال فيك تخرج أحياء شعبية ونقاش قدرش تقدرش قدرش قدرش يعني مسؤولية مغربية ولاعب سابقا يعني هتش لا نفهمو انه كنت ماشي من طموح وكنا نقدر وراك نقدرنا ندير دور اخر ولكن انت تدريب صعيبة صعيبة تبقى يعني تكس التاريخ ديال أنا من الاحسن يعني فارق رجال بيدا وفارق واحد لأم ديالي وانا كنبولة دائما يعني ما نساش الخير ديال الفارق رجال بيداو وأي مناسبة كنشور هذا الفارق لأنه أعطاني الفرصة باش نكون إنسان التألقاب واحد تسترسر الله وإنسان ولا معرف فارق رجال بيداو وإذا كننساش الخير دياله وكنحترم الجمهور دياله وكنحترمه لي فهمتي؟ أنا بغيت هتحترامي قديمة واذا ما أحبك إنه رغاي يقول لي كورها تدخل هتقول لي تقدر ديالتش نتع سيليبيا ولا تكون شي حاجة أنا كورها ديالتش نتعجم هتقول لي مكروه هتقول لي ذاك الوقت اللي كتكتش تقدر قيوة ولا تديرها شوية ديالتش 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 قادرها أنا شعبي لا بغي مشين البلاصة الشعبية بغي ناكل بغي مشين قيوان تحكم مع الناس ما توقعس قدر تدير بحلك وغير دابة دابة يعني بدكنا الناس يعني الناس كي تغيرك إنه واحد الحب بتير الحمور ديالتش أقل بيداو وتي حبوك عرفوك إنسان يعني تيبغوك تبغي الفارق يعني إنسان عفوي هذي تي يعني كتشي بلاسة شعبية الناس كيبقوا يسلموا عليك تلقوا معك ويخلوك تخلص يعرضوا عليك يعني ما كتقى بعض المرات غير بلاسة كتقى إحراج مقاطعة كتشي الناس كيعرفوك كيقول كزي سبقك والله يعني إشي يحويش انتكت تحرج منهم فما بالك إلا إلا فهمتي إلا درسيش يحويش وانتي يسير بيا ما تقاش قادر الدور قاع فعلا يعني رسالة واضحة اليوم تاريخ ديرك مع فريق الراجع كانوا في مجموعة من البطولات اللي كتبقى رأسخة في الجمهور شو البطولات اللي كتذكرة أنت مع فريق الراجع أولى المباريات التاريخية اللي كتذكرة مع فريق الراجع حقيقة دائما تبقى أولا ستة بطولات اللي في سنة متتالية ثم أن تبقى بهذا شو تصير في دكسة البطولات بعد دارهم كان فريق قوي فهمت كيف كان فريق يعني كانت فيه ثقافة الفوز ثقافة الألقاب كما قلت لك فهذه السنوات اللي ذكرت لك فهما جاء واحد الفريق اللي كان قوي قوي جداً إلى بقيت اللعب تكون في مستوى لبدنيان لتقنيان لتكتيكياً كان يعني صعيبة 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 كانت واحد منافسة شريسة بين اللاعبين وكانوا حتى المسؤولين كانوا في مستوى لذلك فريق فاز بهذا الألقاب فاز بعصوبة الأبطال يعني في سنة غورد فيلس يعني من هذه الألقاب كذلك ستوبير كوب أفوازياتيك الفترة اللي كانت مع أوسكار كانت فترة كذلك ذهبية لأنه من أحسن الفترات اللي انه كذلك بمناسبة هذا الشهر كريم كيبقى المباراة التاريخية دي للترشي اللي انه تتبقى في الأدهان كيفاش كان ذاك الضلم وكيفاش ذاك الفارق حقرناه وكيفاش كان ذاك الحكام والضلم تحكيمي والطرد وشتى وشتى يعني مخلاو مدار بشتى الطرق مخلاو مدار ولكن الحمد لله كان ذاك الحمد لله الله نصرنا لأنه كان الماضي مع العاصر كانوا جميع المغاربة يتفرجوا وكانوا شافوا الضلم وصبحانه دعوا معنا وكان دعوا مستجاب الله ما بغيش الضلم منتصرنا رغم أنه كان الفارق قوي كانوا سبعة في تيتولير كيلعبوا في منتخب ودوك الجوش نيجيريين كيلعبوا في منتخب نيجيريين واحد منتخب نيجيري وواحد منتخب كاميرون يعني حتى المحترفين كانوا في فارق كبير واسماء كبيرة خالد بدراء شكري الواع واحد البيتجي كبير وأنهم دائرين كونسنتراسيورة وما دارونا فكروا شهم وشو سبحان الله كيفاش وإحنا كان غياب دير مباركة غياب دير خرب وش لعبنا غير رزقي كيلعب مواجي من لعب درياضه ومكان عدنا البونتوش كان في لاعبين قلالكين واحد مهرس جبناه يمكن شي لاعب كان قاعد مهرسه ويلا بروش جبناه يعني كان واحد دون كبير كبير جداً ولكن الله سبحانه نصرنا لأننا كتب قادة كمالحامة تاريخية لأنه حتى العودة ديالنا من جينا المطار ماقدرناش تخرج الخبارك خرج الكار من كثرة الجماهي اللي حضرت المطار وكان عاقل داك نهار يوم رمضان وقريبة يؤدن قينا المقدرناش تخرج تصورنا بقينا في الطيارة احدا بيس جاج الكار خرجنا من له وقدوا باسبورات باش تعود جاو من لور باش خرجنا ومين خرجناه الناس خارجة في الطريق وتابعيننا سيارات كتير يعني واحد يعني ما تنسى لي هذه العودة ديال بالكأس من أعمر ما تتعود أعمر ما تنسى لي بحلها جاي بيالسقلال والكأس لهاله يعني واحد العدد كتير غافير ديال الجماهير كان وشا يعني كان حدث حدث تاريخ حتى الناس طريق خارجين ما تنسى الديكريات اللي عندك فرمضان يعني كذلك مباراة ديال ريال مادريد لانا ريشات فرمضان لانا الحقيقة يعني كنا على الاقل كنا بشو النهائي لانا كنا 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 شوية خبرة وشوية تيق في النفس حل ما تتقناش وشال الكورة لعبتهم مع الكبار بحل يوقع نيجيريا مع ايطاليا في ربعود مادريد احنا اكثر من النوم وما يقضيك المباراة وضيعنا فرص كثيرة وفلاخر خسرنا يعني بحل الكورة بغاجهم احنا كورة لولا ضاع التشانية ديال بره المراوغة ديال مسودع ديال خرازي تاريخ ريزقي ديال اشامي احنا كنو السير اردوان شنو السير اللي كان اللي غي خلي الراجع غي يمشي عبوب 17 سنة كشكوشة لا عندو 19 سنة كشكوشة ال 18 سنة خرازي ال 17 سنة ماكما نمال روبرتو كارلوس شيريمي غوتي رودوندو فرناندو المهاجم اسمي فرنانديس هرنانديس نعم اسماء كبيرة في ريال مادريد كيفش انه فريق الراجع واحد لاعب بريزيلي كينغوشي افران كان لاعب خطير فريق ريال مادريد مدجج بالنور روبرتو كارلوس خرج بحمرة اسماء كبيرة كيفش انه فريق الراجع قدر انه يلعب كورا دياله كارونب كذلك فرناندو حي تخرج متصاب لاناني قتصاب معها ومشى شهي تربع شهر قطعة في الرباط الساليبي كان باقي عندي تصويران خليها دبقى انا جاء ودخل معي فركوبتي ومشات لي الركبة انا عندت القطعة باقي عقلا ديالاني معانيلكا انا كنخرجها شنو السر اللي كان خلي فريق الراجع لعب كورا دياله نعم لا اولا اه كنا المباراة الاولى اعطتنا تقيقة لاننا كنا مع كوراين ندل ند وحنا ضيعنا فرص وهم ششلو هدف راكنا ما تخرجش وشا يعني با اما رأنا كن الحاكم الايطالي شو وطلب مننا سماحة انا شايف اللقطة قال بكورا ما دخلتش لاننا ذاك الهدف الاول كل ما تسجلش كنا نخرجوا وتعادوا على الاقل والمباراة ثانية قدرنا نفكر وشنا يعني اشي الاخطاء اللي تمارك الشعب ناربعا ثلاثة كنا نتاصروا مع فريق النصر ومدخلنا قنا احنا صافي تقصينا نضهروا بالوجه المشريف وهذه را مباراة تاريخية مع نوجوه من فرق كبير وتاريخي غادي نقدموا احسن وكل واحد قدم احسن من عنده وعاقل ذاك الوقت صحي جمال وكان معنا البوصيري قلنا دخلو تمتعو يعني دخلو تمتعو ما خسنا نخافهم من الفريق احنا را فريق الراجع البيضاوي واما كتفرج فينا وغدا يبقى في التاريخ يعني وخاحنا تقصينا هم تقلبوا ونكونوا احنا سببا في اقصاء ديانهم وكننا سببا في اقصاء ديانهم وابقى في التاريخ وخطلة الجوج كنا نتاصروا احنا سدرنا مباراة كبيرة مباراة كبيرة وكانوا كبير وكانوا لعبين كبار نعم كانوا ريدا الرياحي مستوداع غير مستوداع رخصون حلقة بو حدود ساعتين ولتا تتسوع باش تعود عليه مستوداع يعني مستوداع من المهاجمين الكبار اللي دازوا في فريق الراجع وماخداش حقه هو وعمر نجاري وريدا الرياحي وكان ديما كنقول مستوداع ماخداش حقه لانه لعب كبير اولا كان كيت صاب كان فيه يعني كان مصاب بكسر وكانوا عنده مشكين مسكين دي الودنين ما بان تدر 27 عام إلى 28 عام عدبا مستوداع عدبا في الواجهة وحتى لشي مستوداع واقف غدا تقول مثلا ما اميلها بشكوا اذا تقول اذا فرم ليه ولا اشي حاجة ولا كي ولا كي انا اللي كنا مكروش كينتلق له المباراة وكان كي لعب حدايا وانتعطيه كورة وكان ديهم ذي الحيسة وكروجاج وما عارب اللي كنت يطيحهم على رأسه هاذك المدافعين كانوا يطيحهم على رأسه هما كانوا لا قاطع يعني ذيك المراوغات لي كان كي يدير وانا ما كان يحقر عليهم السوداء هذي ما كانوا عندهم الساداجة كي حقر عليهم السوداء كان ديهم شي كروجاج هناك واحد الكورة في الماشي دي الترجي اللي عقلتي عليها غيرها وغجوش في بلاسو وكي رفع مباراة واحد مباراة أحب بها مباراة بل إليانو إيطالي و اللعب الأوروغواني الآخر مشات لي الإسم ديالو أرادلهم حالا كروشاش كنت تقول لها داما ما هو كيبش بحلق مشيادري كتقول لها داما ما يلعبوا ما يلعبش كورا ولكن شوف كيف الشي مع بوهنج لهي و بوهنج هنا يعني دائما و باش عرفوا مع باريسانجيرمان مع بيس في ديما مستودع شوفوا في المباراة الكبرى لأن الناس كيحقرو و ما في كيكون في نهائيات نهائي جود في ستار شي مع مادريد ديما مستودع في مباراة الكبرى كيكون كبير هل شو ماخداش حقه في نظارك المتخد؟ آه ما الله و شو هذا مستودع كانت محسوبية فهمتش؟ يعني كانت محسوبية و كانت سابونية فهمتش؟ لأنه ممكنش والسودع ما يلعبش في ذاك الفترة ما يمكنش تسوي اللعابة ما والله إليك أنا عارفو مشي اللعابة يقول لك هذا كيفاش ما يلعبش وجاء واحد وقت مع نيري ميشيل نعم يطير في التدريب و ما بشاش كاسل على مديرها كانوا عايتوا عليه و بش يجيوا وريدة و يدينهم معهم فهمتش؟ ممكنش والسودع ما يديش حيث دبا كان 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 هريم يشيل بحل دير واحد واحد كليك دياله شعيت لهم ديما فهمتش؟ يعني هذوك شعي يبقى عايته و خير كونش ماشي بمستوى يبقى عايته عمر نجاري شاو ريضا يعني أنا بالنسبة لي يعني عمر نجاري ما زال كان يقول لها إصابات كان كثير إصابات سليمة في فاخته دياله ولاعب كبير و عالين في مثل العاب في النهر مليون أفونسيف كنتك مستودع ما زال نقدر نقوم لعمر نجاري كان بعض مرات في وسط الميدان أما كان المكانة ديال بحل دبا كاماتشو و بباسير يقدر نكون مستودع عنهم بلاتو مثلا عنهم بلاتو مثلا ممتين لأنه مولاغوات عنده خطيرات كنت ديتيكاس لهم ديت 890 الله يتي يفرشك في ذوك الفرق اللي يلاحب والله يتي يفرشك فيه إلي يدخولي يضايق يطيح فيه هذه الشاهدات رحتها من اللاعبين ديال الولاد الرياضي في فترة كنت كان نظر معه رضوال علالي اللي كان كدلك حضر ديربيات كبيرة واحد من نجوم الوداد يقولك راه مستودع من اللاعبين اللي كنت استمتع به منت لاعب ضدهم نعم نعم لاعب كبير لاعب كبير جدا كان كنت يمتعني أنا كنت لاعب وكنت متع أنا عارف واحد النهار كنا نلاعبين مع فريق لجيش مالكي ف عادي يدلق تلك يعرف كل شيء في في ملعب عربي الزاولي حتى كان دونه كي يصيبوا فيه وكننا لعبين مع الشو مكلونا وعلى الكرة لابا مشاهم يستودع كان خصو يضرب ولكن عادي احنا عارف انه غيقلب ويقلب من يقلب واحد جديد المشو مدافعين طاحوا ونورمال مو كان خصو يضرب غير صافي نعم نعم كل الجهي سيضربه وكل شي قول للكي در سيضرب ذك الله وعاوتيني نكاثوا عاوتينيهم وهذه تالت ما ضربش ما عاوت خلا خلفي شون أحنا خلفي الشمس خلفي شمس خالفك خلفي كل شي كل شي طاح في تيران وعاد ضربه وقتين من ضربه عادي وعد كروشه صعيب لانا ما خلقوش يدير لانا دار الأول صافي تحلي ليكو كل شي وقال هي صافي أنا وبيبيه لك حيث هو مسودح عنده واحد كروشا عج واحد الحيسان اعطالي الله رباني شحاجة لعطالك الله مش مصطنعة بعد مرات كدير العيب كدير شحاجة مصطنعة هاتي بلك درائب فورو يعني درسوا غير طيحهم وطيح نحنا وادك اللقطة معروفات قادمة في التاريخ ديلي ماش دير الراجة والجيشة اه ارضو الحمر الشرابختي صار ديرت اللاعبين باش نضروف موادي اخرات اه باش نضروف موادي باش ندوزه شنو ربما المباريات التاريخية تكلمنا على اليو في تكلمنا على المرش ديال ترجي على ريال مادريد في افريقيا شو المباريات اللي كانت تاريخية لانو كان مباراة اللي كانت مستودع مش عن دلار بيت اه شنو الكوول اذيك مباراة اطول مباراة التاريخ يمكن بعد ذلك احنا لعبنا من ثلاثة سنستدلم الحال لانا كان واحد دور متحكيمي كنا جولي بالمالي مالي وكان ذاك المباراة سبحان الله شو الله بغانينا شي حاجة ربما بغانيك الله بغانيك ده بادك المباراة كان فريق الشيء قوي جوج الواحد هيك هنا ويعني نتيجة من الغومة عرفنا تكون مباراة صعيف اصلا مشينا لابسين باش عرفنا عاطفة خنزوا لنا يعني داروا الخنز داروا في الفيستيار وطير صمورك شي حاجة تخلعك وجايبين لك وحدين مغصب ديرينهم بحلق فهمتي تخلعوك وطير وطير تخلعوك شي حاجة مهم شي؟ والصاد والغاز وقدوك والحاكم مرتاشي وكيفاش هتحييتها تعال الله العادي إذا كنار كيفاش دزنار الله سبحان يبس ما باش غنمشيو غنمشيو غنمشو الكوب ديمون تصور ده با اي حاجة ديالهم اي حاجة ديالهم تحجم ديالنا وعطفة اي حاجة ماشي ديال تحجم حقنا مكينش يعني يظلم الله لا تستيذك النار وكيفش غيتي ماركة سبحان الله كورنين تحطتش ضربها خوباش بالنون تسعين ما عندو ما يدير بقى عيوتي ما القوم يديروا تحسب وبقوا كيتفعوا فيهم ما سبحان الله ما شو اللي خلوهم السوداء من شاء الله دبا الواعر من واحد عشر دقايق القومي هاجموا علينا علينا وكيتفع فيهم دبا احنا كان مشيو بقونتخ واحد كورة ما فيهاش أورج وهس ما فيهاش خارج من اللعاب وخرج ومشى ماركة قلب لقونه ماركة وقل لي أورجو لا ربيت متسودعك عام واذا شاتوا البكين شاتوا عد الله ربيت حايدلينا ربيت الرأيق اللي مقناش لعبي صافي بالأخلاق دياله مقناش لعبي ليفاش ووقفوا واحد شو المباريات ومعتلاج اللي مقناش لعبي صافي وريح برك في الارض وقال لي مقناش لعبي بدك الدن وتصوروا سبحان الله ووحدة أخرة ضربوه ضربوه بيناتي وماكينش يعني وصنان بيناتيات عش كي يقولك ضحطة بحفرق وهم ما كيادرش معهم وزقلوا وحدة قال لي عودها عبتي تضلهم الحال يعني ما غا تربعش وصافي وحدة باش نصرنا الله قلت الله أخرة ضربه واحد أخور بالرعد بشين كانت عانقو وانت مفهم والو عشي رأي اسكار دخل عنده قال لي انت ماشي يعني انسان ماشي شريف وغدية وانت آخر عام عندك وانت تريش شي تريش شي فمشي يعني قاع لي معطم ممشي وعندكم زراك وخرجتم من التيران آه شو سبحان الله كيفاش نصر كانوا المباراة في إفريقيا كانوا صعب آه يعني رضوان كظاهر أيصر كتشوف بأنك مخليتيش حقك في المجاخب الوطني أو لا ما كانش المكانة ديالك لكن منسبالي أنا كنت هناك كانت خدرت الميوسين كان filtrope يعني كان تشوف ل whilst مع الغنجات مع الراجا في جميع القائب وكانت فضل في الفورم ديالي وكان غير حضراوي يعني كنتستعتبر هنا وخليف وريضة كان مش هضرايف الراجا كان من الناس اللي كانوا كنتستعتبر أن ينادي لأنني كنا أريد أن هارواس لأن كان أبرامي كيمشي ذا أغوش وأدرواش ومكيش أغوش فيمتش يعني ما تش أغوش أه كان صابير كان صابير وحضراوي وابرامي أبرامي كان بوليفانو هنا و هنا و أبرامي لعب شي ماتش في فرد هنا و هنا يعني لا لعب شي ماتش في بوست ديال حضريوي و عرابت قلت لك هنا و هنا كي يدير بوليفانو يعني كي يعوض باصير و كي يعوض هذا يعني و كي سنف طوب فورم ديالي يعني ما كانت ما نادش ما تنادش و من بعد أو تاني كانت نادى عليها و ما كانت مرة ملعتش و مرة كتش بليسي كان فيها ببيبالجي و مرة يعني كسر لي ما خلنيش نمشيت مع كاسبارجاك و مع ماديح الله يرحمه و رحما ن raised Beef و كذلك انت مشيت لسيدني يعني كانت بانت ش معه الخيدر و الحدير ولكن مشيت لفرنسا و درت واحد العملية اللي خلاتني ما بشيت حتى كذلك كانوا كانو كان حتى واحد يا الفيران كانا عمونونو أوروبي وا KNAA كانو كانو في فرنسا كانت اُنذير لك ولكنكن انت خرستني للعب معتش ديالفيران و ما بغاونيد ديالي و كانت ش كانو حتى وقت معي م mahdواحيد لانه كانت هو كيكسول عالي ولكن كانت كنتصاب تلكسر وكانت ألتريخش ولكن كانت تامن اللي طلب عمور فيها أنا ومباركي مما كانت ألتريخش في هولندا يعني من بعد كأس العالم كانت جاءت ألتريخش يعني كدرجو على مباراة كبيرة مارينا مادريد وكانت شاش مباراة كأس إفراقية كدلك في الصباح ودغ كانت عندي ستو عشرين سنة ولكن كانت تامن اللي أنا الطالاء اللي كانوا باعوا في السمية وشاب الله كانوا ديني كونفونسيوما يعني ذيك الفرقة ديني كونفونسيوما مع باريسان جيرمان ولكن ممشى باريسان جيرمان راجا رفعت دعواء واخدت المليار من شافت أن اللاعبين تقلقوا كل شيء يعني كانوا حتى بدوك يطلب واحد المباريك اللي كانت كبيرة مليار ونصجوش كانوا فريق ذيك الوقت يقدروا عطوات 8 مئة مليار في هولندا خار دوان فريق الراجا أرياضي احنا كنت كلم على الراجا بشكل كبير لأنك إنت أحد نجوم دي فريق الراجا يعني الراجا الشعبية دي الفريق الألقاب كانت في واحد المدة زمنية معينة في واحد المواسم معينة اللي كنت انت من هذا الجيل وجو أجيال سواء غمان قبل ولا أجيال أخرى اللي كانوا من بعد حملوا المشعل اليوم فريق الراجا هذا شيء اللي كعرفوا الجميع بأنه هذا المستوى اللي كي الحالي باش هو المستوى اللي كان عند فريق الراجا قبل سنوك في كي المشكلة واش في النوعية لاعبي في الإدارة اللي كانت ماشية الإدارة الحالية ولهت الإدارة اللي قبل شنو يتغير باش يخلي الراجا أنه تبقى فعلا مش شلل للنجوم لأنه ممكن أنه فريق كان فيه عبوب ناطير حيمر جريندو خوباش أشامي جاء بريطيتها هو ولا أجر الراجا وحب الدم معين من الحسنية ودخل في في شوف في القروب كان المجموعة من الأسماء منتكت قابل أنه الراجا اليوم كيعاني صعوبات في السنوات الخر المشكلة هو الإداري يعني الفارق لا تستغلش الشهرة و الألقاب و المكانة أولاً كفارق كان يجب أن يكون لديه أكاديمي هو اللي من الصباقين يكون لديه أكاديمي يكون لديه أكاديمي حتى مداخل أخرى لأنه كانت كذلك الوقت خاوية كانت تستغل فهم شيء يأخذون مشاريع يعني يديرون بحال الفناديق بحال المحلات تجارية اللي كانت دخلوا مدخل أكي ما داروا الزمالك والأهلي لا تستغلش يعني كانت الإدارة كانت محدودة لا لديه مشاريع يعني المشاريع كانت الفارق دائماً عنده مشروع كان الأهلي المصرية ذو كالفورو الكوبراتر عندك مشروع دائماً يعني كيكون مماراً تكون أزمة مالية على المدد طويل عملاً تكون أزمة مالية و دائماً تكون عندك مدراسة في المستوى كيكون عندك فلسفة كتخفض عليها هالشي اللي قلنا ديال الطريقة تلعب ولا دين خلسك لما كتيش صعيب باش تدرب ولا صعيب باش تلعب يعني هذك خصوة حظ مثلاً غنجي مدرب أنا نجي مدرب عارف مدرب ذي الراجة خصوة إلا ما كانش غادي يدير واحد مثلاً كالسحواد ككورة هجومية قرأة ما يمكنش ينجح يعني خصوة تكون عنده فلسفة تابعة النادي حتى اللاعب غادي أنا نتعقد مع اللاعب خصوة نجيب لعيب اللي غايتماشى مع الفلسفة باش يكون نجاح مستمر كي ما كينش عالفوروك كبرى هنا ما كيكون شهر مشروع ما كيكون فاشل وما كيكونش أصلاً مشروع يعني ما كيكونش المشروع دبا كبير الجراجة ما كيش مسروع في هاته لبا هذا كشين تخبط يعني بتجينات تغييرات مشاكل إدارية مشاكل ماديا اللي اطرت على الفريق ما كيش مسروع واضح اه تغييرات في الرأساة تغييرات في المكتب هذا ولا كي أتر كي أتر أما كفرق الرجاء البيضاوي يعني كان من كيس العامي نوصل النهاية مع الباير كان ديما خصوة يبقاش بفارق في العصبى مرة يفوز بها مرة لا مرة يعني كالخصوك ديما يكون حاضر يعني على المستوى القاري دائما كالخصوك يكون حاضر لكن شنو حد القيطاع القيطاع بسباب هاد المشاكين مشاكل سيريا اللي خلالت فريق رجاء البيضاوي ميبقاش ناجح رغم الشعبية ديالو دعم القاعدة الكبيرة الجمالية ديالو ولكن لدينا مخلاتوش أسباب النجاح ديالو يعني لك الشيق وحد من مدق باش وصلنا الدومي فينان يعني مقيناش من يعني يعني نور مالما وكتبت يعني هذا كي المشكل كي المشكل في مسروع الرياضي أكيد اليوم من بعد يعني مشوار كبير كلاعب جاء الوقت باش أنك تدخل للتدريب كيف جاءت الفكرة أول مرة الأول بداية اللي كانت عندك في مجال التدريب قبل ما ت أو لا اللي غي خليك ربما تكون نعم جزء كبير من تاريخ ديالشباب الرياضي السوال أولا كبداية بديت معدري الصغار ديالفريق رجاء واحدة ربعة أشهر كانت تصل بيالبو سيري الله يرحمه ولكن ما خدمت معهم ديك ربعة شهر يعني أفكار ديالي ما تناسبش ما تناسبش الدريس الصغار فهمتش؟ قلت جعل الله نشد شي كادي ولا شي عاجل قلت يعطيني كادي ولا جنيور على الأقل باش نتبديتي في مينيه ولا سو مينيه لا سو مينيه أقر باش تلقي ديك وسبح الله في دك من ورها جاءت تصل بي شعب الشيخ جاءوا واحد يدير قل يوما بغيتش كهديوه يجي ترسي ما فسوال أه لا أبلاق تلقينا في واحد اللاصف وحدهم فضربوا عسا اقربوا للطريق جاءوا واحد مسؤول مع السوالم قالوا كيف يديروا معي قل يوما قل يوما احنا نديروا معاعد باش نشوفوا قل يوما انا مش مشكل ديروا معاعد أخر نشوف الملعاب ونشوف فس كانوا ملعاب كانوا في أقسام هوات شمتي جاء جيتش كنت جيت عندهم السوالم جاءوا واحد جاءوا أعطاء أخرين وكانوا قدام ممكن مع شعب جديد هم اللي يكلفوه باش يكون الرئيس لانا كان تغير المجلس البالع دي وكلمتي وبدو كيتحلم ماي قل يوما قل يوما قل يوما قل يوما ديان رعتك خب سلاف درام قل يوما انا شوفوا ديروا قل يوما بغيتوا انا بداية قل أول حاجة انا ما بغيش فلوس انا بغي انتحلم فهمتش انا يوما بداية قل نعوان المعايير ديان النجاح فهمتش انا بشو نشوف تيران وشوف ماتيريان بش اتش قلت الماتيريان القديم وانا انا موافق اللي بوجودوا ديروا ديروا ما ندرش على الفلوسين انا ممكنش انا يوما انا يوما بداية انا اتخذ لي الماتيريان اللي بغيت قل يكتب انا اكتب لاليست ديال الماتيريان وانا صيفتهم لك الميساج ويجب ديان صافي قل ينتلقوا عند واحد خينب نعم يبيع الماتيريان خدينا تقريبا اشي خمسات مليون قلت لي بشايف ما تشطرش معك على الصالح خليني بوتي نخدم ممكنش مداركتونيات جيلية اسبارونيات اللي مد خديثنا بديتو وبديت صبح الله يا ديكو وبديت هذه هي البداية ديالي الحمد لله من موسم تقريبا الفينوثمانية الفينوثسعود تقريبا يعني توصل 12 سنة وبدينا بداية ومراق اللعبو لما صعدناش يعني تنقولوا راح نحاولنا فامتي هاد هاد كانت عندكم عقدة اهداف باش انكم تصاربوا صبح الله كان غير حلم وذاك حلم إذا ما تحققش ما كنقولوش فشلنا كنقولو حاولنا حيث عنا عدنا امكانية قليلة كارب فريق والتأسيس دياله والله فاربعة وثمانين وصبح الله وبقينا بحلا كل عام كالقوة والفرقاء وكاللعب والصعود مرا نصعدوا للقياس الموطني الأول مرة هذه ثمتين مرة بعض مرة كيت تحوص سبعه وما كانت تحوش يعني توقيت تسمى إنجاز ودابوا وكتلي فلوكتلي شوف احنا ان شاء الله اه ما قدرون نصعدون لهذا القاسم الآخر الموالي لقد قلت كنصعدوا بإمكانية بسيطة وانا مع قرب الكازا كانت نتفرج المباريط نشوف اللاعبين اللاعبين يعني كانت عندي واحد علاقة مع اللاعبين دائماً يعني علاقة وطيدة وقلت لك وكان الحمد لله خديت واحد تريبة كبيرة لما ننسى الخير دي لما ننسى الخير الراجعة كلاعب والسوال كمدر لانا أعطوني تقيقة وخلوني نخدم وانا ذات واحد لمدرسة ديالي طريقة كيفاش ندرّاب كيفاش نلعاب كنت نقول له معاولاً كنت واحد الهوية خليت يعني واحد لدينا ترتاح انت الفريق وانا هو فريق يعني تقدم واحد قرأة جميلة يلعب وانا ما تخاف ما ترجعش ايه ما ترجعش وقيت 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 ايه قلت لهم أولاً عاقل هاد المنطقة قلت لهم حاولاً لهم فرقة يفتخروا بها وشعيب وركات عرفني يخدم عندي عين تاقيبة كان عنا نجيب لعابة الحمد لله كانت عندي اجردوم داز عدنا طارق استاتي داز عدنا افتح عي تحمد هذا اللي كان دوسم في فرشيد عالي لعبين كتير رجعت نقاصد لعماية كشكوشال عاودت تاني فهمت قلقت مواطني التاني رجعت لمسان الكرويد عاودوا تقلقوا يعني كين كين شي المدريب اللي ما كتطورش مع الفارق واللاعيب يعني تيبالي أنا ماشي مدريب مدريب انا شتشي فرقة نقول مثلا هادي فرقة دي الحمزة هادي دي الفلان لانا عنده اسلوب ديالو بحلان اخذت اتريبا يعني الحمد لله يطبق يطبق كنا بعد المدريبين ضغيات يجي مشي قسم وطني ثاني قسم وطني ثاني صحيبة مدرش الباقاج اولا شعلمت كيفاش نكون غاسم بلوغ كنجمح صبار نخدم في واحد صعب كيفاش فرقة صغيرة كتلعبك تصعد بي جي صغير ما كنش ملاعب ملاعب علاقة للمستوى والبنية تحتية يعني كمم كتلي ودي واحد الوقت في تصعدنا قسم وطني ثاني واحد الوقت شو عندي بدك يقول اكا تلعبوا كورا كوش يورقكهم طب شايب احنا بعد نوالو على الاقل غادي نبقوا في الكورا ونطلعوا وقسم وطني التاع لأول حيش علاش واحد الوقت كننا كنلعبو مع قسم كننا في هوات كنلعبو مع كنشد مباركة مع العامري مع مع طاليم مع الطاوسين مع شي مدربين من كنلعبو معهم كيقول لك اللعبرة دير كيقول ان شاء الله ونطلعو ونديرو وقل لي قلت لي هاد الفرقة ان شاء الله حيش بعض المرات كيعطوش فوراس نعم كيقول غاي عيتلك طبع حلانا ماشي بقيت لاسق فراجة مثلا وتندق عليها نقول لي يعطيني مينيم عطيني كاذي ماشيتش وقفتش وماشيت قلبت على راسي ودرت المدرسة ديالي وهاد الفرقة عوناتي باش درت ذيك الحرفة بحلانا اخديت الحرفة وحرفت كيفاش كملتوا بعضياتكم اه كمنا بعضياتنا فهمتش والحمد لله الصبر والتضحيات وبعض المرات كتخلص من جيبك لمكاتل الفرقة هادا بعض المرات الرئيس كيجيب فلوس ولكن كيتقادة وكتعطي تقدر تقدر انت تعاون الفريق تعاون اللاعبين واحد بغي يولد انا مثلا دخلت حتى العلاقات الأسرية دخلت كيلي جوشت وقلعاب مبغوش دار مرتو لانو كعرفش يدرياو وقل لك اللامن وشوشتو كيلي صالحتو مع ابوه كيلي صالحتو مع مرتو كيلي دخلتش عندو مشاكل هائلية صالحت كل صالحتو مع عموك دخلت مع اللاعبين تلع علاقات كيلي مسكنك يجي كيقول لك هالفلوس بقي مجاوش ومين لحي بقي مجاجش وباقي مرتو عمليون ونصف كليني كنعطيه ليه كيلي عندو مشاكل مرتو مرتو ومرضت ولدو تلعطيه فلوس تلعطيه فلوس وانا كيلي سمحت لك تلعطيه سهل عليك فهمتي يعني بحلى درس قبل ذاك الفارق فهمتي يعني خدمته من القلبة يعني يعني ذاك الشيء يعني بحلى ممكن شهد الفارق ما عندو لغة ينجح يعني كين ينجح واجلي خلينا نجحه هادو من الاسباب خلينا نجحه وبعنا العابق الفارق باع شميلة العابق تقول العابق تقريبا تسعين فميان ليش بتم منهم بيداوية يتملي فجاء بعناش هام مره منهم الصاد منهم لأمين لمسندابا منهم عمد رياحي منهم يعني غير حدوحة ما نمكت شنينة حدوحة لأن أكثر اللاعبين يعني كانت عندنا فرقة هانية يعني يعني الوقت اللي يعني جاء واحد اللي يعني ما يدخل عليك واحد براني ثم يبدأ يخسر لك العلاقات بدأتك تخسر العلاقات يعني هذه العلاقة اللي اللي كانت وطيدة لا تتخسر عندك أنا الرئيسة يعني 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 يبدأ يخسر لك العلاقات يعني الصورة اللي كانت عندك يبدأك تخسرها لك يعني كانت عندي هذه الصورة يعني حافظت عليها الحمد لله وكانت عندي علاقة مع الناس كاملة يعني يعني رغم أسوان كانت تمرها في شارك يمشيين إلى واحد المقهة مقهرة معروفة يشعبيين المحبين ديانا ومولها عزيز علينا وعزيز لك الناس كيمسكن كن ريح ما مشوه وفالأخر يخرجون الناس يدير طاجين كيكون طيب طاجين كيكون طيب طاجين وعر بالكعاوي ولا بالديالة وذلك شيء وكنت معهم ديمة وكنت تسولوا فيهم وبقعد ذلك العلاقة وحتى الناس مجموعة كوش كوش فهمت فهمت دائما كيسولوا فيها ودائما تبغوا لي الخير ولي كومنتير تكتبوا لي يعني يعني دات واحد العلاقة يعني ديال محبة بحلا ديك الولادة حلا فرقت حلا ربيت على الكبدة حلا ربيت على الكبدة وانا ممشيت مسبب النتائج خليت فارق السادس فهمت بسبعة وشرين نقطة والسادس يعني يعني العلاقة بحلا العلاقة اللي كانت واطيذة مع الرئيس يعني نحاول شو وحدين يعني يخسروا لي العلاقة مع الرئيس يعني والحمد لله رات صالحنا لانا يعني ذيك القيل والقال وتوصل الهضراء وش حويش مكينين شامتي ولي خليت العلاقة والحمد لله خليت الفريق يعني وقلت لي كم ما قلت لك رجعنا الهوية قلت لي وش هيب حت وحدين وحدين جاءوا وقلوا لي وش هيب كتلعبوا كتبشي وحد فراقي كبار تبشي تبريسيهم وتتلعبوا كورا مع الجيش مع الراجم واختكم ترجعوا للهو وتصدوه وتبقى هاو تتوما مع الفراقي لي كي يصدوه بقوا هاو سادين ومخبين وصدو عليكم الساروت تيب شايب أخو مكرافش نديرتشي وشايب أضله احنا ما عندنا تيرين ما عندنا فين تريني ما عندنا فين دخله وما عندنا نلعبوش كورا وعلى الأقل أعطين الناس كورا حتى بدلا يقولك الله الحمد الولادين واخت خسر كتجي فرحان دعا بكورا ودخطي وحاقتي محاقتي محاق وقدرت وفرجتي وثلاثات ووصول وهجوم كورا قادم الناس دايجة تفرج فهمتي أنا اللي تحرمت منه هو كالجمهور يعني الجمهور كان فلاش كالنفل هواش كان كي يسادي كتجي واحد ألف ولكي مساكن الناس ما ما كتجيش كي يجي واحد عشتري دبا تصورتك تلعب وكيجو جمهور كتر من العادة ديال فهمتي انت في ماندين ديالك نلعبوه في برشيت قسمطة نلعبتي مفاس ولا قنيطة كيجي ألف وربعمية ولا كوكب وانت عندك عشرين طب حلا انت ومالي مدخلينك فهمتي رغم أنك تقدم يعني ما عندك تيلال وكتستقبل خارج الملعب وما عندك الجمهور نعم والإمكانيات بسيطة نعم وكانوا نتائج لأنه نتائج والطريقة لنور بما مرش على الأقل على الأقل الناس كيهضروا على السوان قلت لي معدنوان وقلقها كورة قدمة ليتشرفنا حدا الناس كذو أنا والله إلا مشيت للحش وتلقى مع الناس كيسلموا لي السوان يقول الله يعطيكم الصحة يعني والله إلا كنا كانت تفرجوا في السوان خسرت أولي ربحتوا وكتلحبوا يعني كتلعب كورة خام كتفرج كورة خدمة دارة الفرجة ماشي بخيف وما كلا هجوم وانتا خيف وانتا ساد وانتا ساد بني الحادة برجوا القيسكوكوب لأنك كيسي جمهور أول مرة يجيلي 20 ألف 25 كيقول الله يسكن نقول لها با أخرجوا هذا الناس فرحانين هاي مساكن بعض المرات غير ذي غيكو كونتك تحدي بنات وكيقول لك منخوش والفرق وكي يجيوا وكيسي فرجوا هذا الجمهور وما جاءوا مساكن وكيبقوا ويغنيوا وكيسي منكورة وهادك ساد وهادك ساد ما كينة محاولة ما كينة محاولة وكيسي وقتك وكيسي وقتك العودة سبب العودة ديالي العودة الأخيرة أه العودة الأخيرة خانتها مشكل ما بيتش ريفة لا لابدتك تعرف أنا من ما بقيش السلية الألمان كيبقى ما بقيش كانت بقيت عالاقة هل أنا تصالح سماها مشايا بقيت عالاقة هم كيسونون على اللاعبين هدا فيهوات شو سنسيني ولي هذي هذي أنا فاش كروقى عمشايا بمباركي مشكل أنا مشيت عنده تلدر وطفة وقال يا رامباركي بغيت تبلوكا بيتش مشي عايت مش حيبقى يا را صافي بتلي صافي عبالش ريفة عارف صيفتوا المكناس أنا صيفتوا المكناس وصيفتوا الخريبقة هاتروا معيه وصيفتوا الفرق آخر كارا وصديق ديالي وكيش عندي وكنش كينش الناز مكري عيتوا لي كيقولي مباي مدرك وقولي كين فلان فلان كين هو كين شاديهم هاد الفرقين مشا ليهم اللي صيفتت لهم تلات ما غيش نتكور اسمتها ما تفهمش معهم يوحدين ممكن بقى من سبعة سواء كلي ودي صبر هاترى عايتلك هاترى السواء ممكن بغي شوف تتفرج السواء ومدير لهم واحد الرابور لأنهم رادي جيت والله مبغى بشعيب قليك اللا ما عندو اجتري بقسم بالليلة بقيت تنطلب ونطلب باش خدوة نمتي يعني قال لي يا من لا ما عندو اجتريبها وعندي هنا دي سيفي كلي أعطي فرصارة متحمسوا صافي الوقت اللي وخان دار نتعج وراء دار نتعج بزمامرة قبل دار نتعج بشام زمامرة وخلي زمامرة مزياني كتلك انا يعني كتلك طي بعد يا الرئيس انت بعد يا الرئيس مين وعندو وقش عيت لي يا رئيس بقى لاصقني قلي يجي قلي يجي يجيك بخير فمشي تبا فاش بدر وشوف مرغة الأولى ورامو باردي الطارج عيت لي قلي وارو بغيت بشي تنو تسواء قلي ودي صديقك وشي مدري وش تخدم معنى مشري فهام تعمل فارق وثبا على وضعيه دي يعني هم كلاسي هادي كلاسي رتبا يعني عمرو متش كلاسة واد رتبا متأخرة ماشي مشكلة وكي مشارط هدي فرقتي وانا وكي خصوتي اقبل لانا كيكون حزازة نعم المشكلة هو قلي غا نتصل بي ونقولك تلاتي مكباش تليفون نمجين دي روبركة قل يندروها اثنين وكي نشفعك يصير نتوال نائب الولي صيرو تفرجو لانا عمشونا تفرجو هو من عطولي يقال ويقدير غايش يتفرج وغادي 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 وغا نديرو رينيو نهارتين ما قبلش ديك الفكرة ما قبلش مجينينا نجيل لوطين ما قبلش ما قبلش أمكان قلنى الاشي صحابه صحابه لان خرجوا قالوا لكن يبغى يأولوا دك شي اللي يبغى يأول يبغى يأول 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 رمي عندي من خوف لأنه ما يزيدني ما يقصني وانا نقول صراحة صافي ما قلت لي وما قلت لي قلت لي قلت لي قلت لي قرمي حقه صافي أنا ذاك الوقت يعني أرجعت بحالتي كان مباورة وتفرش فعا ونهرت عيط مش عيب تأخذ لاحفتك قل لي وصاحبك والله جعلت لي وشوف قال لي وانا رئيس أنا اللي ندير قلت لي اخوه رئيس ماشي رئيس من حقك اخوه الله الحمدك هو ما بغاش ركشي خرجتش ورق على شي صحابيين صحابو هادي و هادي رأى خرجتش وانا ما بغيتش خرجت القبينات صافي اسميتو يا ربي تسمح لي قلت لك ما جيش لرينيو رينيو ما جيش لكت يا حفيني صافي وما دروا مع رينيو ذاك شي وقال يا وديدي صافي ما ما بغيتش راسي حيمر ما ما بغاش يجي والله العاديم اللي احنا اللي طلبنا منه وقال لي إلا ما بغاش إلا ما أقسم بالله وانا صايم والله ما يتقبلش مني الصون ديال إلا ياتش اللي كنقول هو حقيق وقسم بالله وما غنخاف مني شو واحد قلت لك أنا صايم إلا ياتش ما فيه لا زيادة لا نقصان وقسم بالله اللي ما جيش لرينيو قلت لهم أعفيني فهمتش حفيني ما دلمها فهمتش عاودت وطالع اسماء بنشريفة مشي وكان هو كان بلوكاني قاعدك شي وانا كيمقافي وحنا وصفت الميصاج مكتوب قلت لدي مش يرجله أنا صاحبك وعاو نخصي نياديك مخصي تكون خيبة وانا انا اجي نهضره ونتحاوره فهمتش ورغب الامارة رقالوا الكفرين واشكين وما فهمتش وصفت اوديو وانا صافي كان عادوش مباراة متتيلة واجا عادت عليها وجا مع واحد الصديق دياله وقبل ما جي قبل ما جي الصديق دياله اللي كانت دخل ريحت مانا ريحنا الحكا مكينة وانا ومين هضرت معا عشا تقاي قلت الحمودة ترقت علي تيب تليفون قد قولي يا اخي صافي ما بغيت الله خليني غير رجع بحالتي قلت تيب تليفون ما يطلب شقه قل لي انا عندك الصحات سمح لي اوى قلت لي اشوف انا رقت لي ام هاش سرط وانت عارف راني صديق وانا اصلا كالش كتكون تحززت ترات تقدر تكون مشريف عام مع مدريب مانا كلمة كيبغيش كي دبع كل واحد انا هو عارف نكيدي انا ميمكنش انا اقمن ولكن انا مدريب اسمح لي سرط وانا نقوي كلام كبير انا ما كنحب تهاش انا ما كنحب تهاش انا انا مدريب انا غير تعاوني لابغة انا تنام من ال حق اه هذا العانون عمر ن Peki من ع stad انا عقب فهمتي لانا اولا انا ملا يصبق ليajق ك Foundation يعني يعني عرض في قسم الهوات وما نزلش الهواتيني نزلش على الكوكوب لحي تفريق كبير وكان مشروع أما ما نزلش وجوه وباغف ورق كانوا بغي يسعده وقت خمس بحولية وشامتوا لي الله أنا ما غن ندربش يعني يعني أنا أنا ما نبغيش ليتين أنا 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 مدرب أنا أنا مش مشرفة أنا مدرب يعني لاجيت نعونك كمدرب ولكن إلا بغيتين نعونك أتعلان ملك شي حاجة خالة خاصة خالة خاصة فيمتي قلت أنا زمع هدو فرقتي وهدك صاحبي جيبتو ونبغى أقسم بالليل أبغى صافيتش اللي كين ومن بعد دبارة بن شريفة ربما ما زال مقلق من الموت صريحات الدخرة دياله ربما هو طوال ملف ولكن كيبان بأنه كان مقلق لاتبشير إلا شوف أنا أقسم بالليل دي اللي كينه فهمتش لأن دبار أمور مزيلا أنتو يا أنا ولي بغي يتقلق يتقلق علاش علاش لأنني يتصافي يعني أنا عارفني أنا شكون يعني كل واحد معروف شكون نعم والنيا ديالي صافية فهمتي وفي المجاة الرياضي سول أكون معروف أكيد دبانتو مزيلا صحفي أمعروف حمزة شبنان وساعد شبنان دبانتو تسول حامر تكون هو في الوسط الرياضي ومعام المدربي فهمتي كان بغي لخير الناس وكانتش حاجة نقولها غير مش نقول لك حاجة ونشي نعطيك فورا ظهرك ولا نبغي لك الحقد ولا الحساد ولا مكي ناشتش فهمتي وغنقول لك فوجك ونحن نتمنى لك التوفيق لأنه حتم مدربي كي نلمسو كي نأسلوب لأنه اللي شاف المستوى ديال سوال في جميع الأقسام والكورة كتختلف من الهوات الدوزيام ديفيزيون المدخلين خارجين كيفش كتلعبوه مع أفراقي صغار مع أفراقي كبار كيفش كتلعبوه يعني كي حسبانه وكين مدربي ونفس الأمر أنا كنستغرب وبين قوسين يعني كحتارم القارار ديال الناس ديال مراكش ولكن كنكلمهم لأنه باش يكون عندك مشروع مع الحيمر ديالربع سنين ويمشي من الفرقة ويكون فرقة تروب مو على ما أعتقد على الفريق على فريق مركز ثاني مركز ثاني معاكسة شي لك يوقع في الكورة أرسونال أرتيتا صبروه معه تقريبا تلسنين عاد دابب دكعة النتائش ف يعني اللي بانقول هو أنه مدربين بحال النوع لانتالة بنشريفة على هذه الأسماء كتمنى اليوم التوفيق باش نشوفوا مدربين خارين على الذكر هذا الموضوع هذا كيفش كتشوف مستوى ديال المدربين المغاربة؟ أولا رجع لك الموضوع ديال الكوكب لأنه الكوكب كي ملف واحد مشروع لأنه كل ما كانش فارق كبير لك ما غديش نمشي اللي هوت هنا لأنه أنا تعدبت باش وصلت بقيت موطني الأول لأنه كما تقفت ما هزيت ملحس قابا ما عايت الفلان ما عايت الصحاب ما عايت المناجر ما عايت المسؤول ما عايت الوازير والو قامتا ما عايته يا ففزيج الخارج في ايه ما مرحبت ما صحافي يديني ما صحافي يديني مرحبت ما صحافي يديني لم أقرأ ما صحافي يديني أهو صحافي يديني لازير أو كما كان فيمشي أنا قفت ومشيت للتراث وتكونت بواحد 12 سنة أو 13 سنة تكونت ودرت مدراسة ديالي خاصة في التدريب كيف كانت تحامل مع اللايبين كيف كانت تخرج أحسن منهم درت مدراسة خاصة ديالك حيش كل مدراسة كما كانت لوزانية كل مدراسة عندها خاصة ديالك كما قلت لك وانت كتشوف مدريب كتقول هذا مدريب فلان يعني من جاء هذا المشروع هذا هناك فارق كبير وخلص اللي هوات يعني بقيت كان ما بغوش أصديقك للا لش رجعتي يعني خديث التحدي الحمد لله اللي أعجبني حالي أنا مدينة كبيرة جمهور كبير أقول مرة كتشة رضواني لو عقلتي قتلية مغندربش في الهوة منه رهب أسبوعين حاوش فاصلت مهات أنا أولي عطني عطني الحش يعني من جيت ما عطرت الحش قت فارق بده وبقى واحد يجوز فارق وعط فارق عنده أزمة مدية خانقة ممشيت وفارق أختار مدريب تونسي يعني كان أدو اللي مهم كتك ممشي الأداء الحمد لله اللي عجبني أول جماعير قبلتني استقبال كبير وتشاو شايف تسطحياتي يعني أنني نزيت له الفارق باش نزاعد معه الحمد لله يعني جمهور يعني كنت شكره بزدف يعني كنتش ناوي نكمل يعني أنا عارف أنا الفارق يبغى نصاعد معه وعارف أنا وغلحق ما أنا تجي جايبية في قسمة أول وغي يكون عنده أداء وأنا أول لقاء صحفي قلت لهم قلت لهم أنا ما نوعدكمش بالأرقاب ولكن أنا نوعدكم فارق يشرفكم ويشرف من دين ويلعب كورا اه ويلعب كورا قلت لهم وشافوها يعني ما عماني خسرت ميدان ديالي ومين كان نشوف ذلك عشرين ألف خمسة وعشرين ألف جات كان نقول لله رحمة لك ومدن الناس خرجوا ويخرجوا وراجعين لدهار من ناشتين وواحد نار حق طرق مقياسي ثلاثة وثلاثين فهذا بحل رمضان كنا لعبنا مع تمارا وربحنا بثلاثة وبوحد الأداء والنزيجة وخرجت فرحان والجمهور فرحان والجمهور أنا أحسن حاجي هي كنجم والحمد لله عمون صدق الجمهور عمون صبني يعني ديمة نخرج كيش نجعوني وكيش نجعوني يعني كتناوي ونا عارف راسي غنطلع مع الفارق عارف راسي الحمد لله مش متأكد مني صعود الأول درتيف عمون وغن سعد وعارف راسي غنسعد وغن ديليهم فرقة كبيرة وقاس موطن التاني كان يكون مشتروع آمن به وعارف راسي غننجح في ذلك المشتروع عارف الحمد لله لاني عارف عندي طريقة خاصة وعندي مدرسة ديالي يعني كنت نسليب ديالي وعارف راسي غنجح مع الفريق وغن ديلي فريق قوي ونجيب لي لاعبين ولاعبين تطوروا كنش لاعبين كفونتي كحمزة رفع كبوخيمة لاعبين الحاريس كذلك يعني جمجامي كن بلاعبين لك ولاد فرقة ألفين واحد ألفين جن وتقلقوا وما زان يمشوا بعيد يعني كانوا تقلقوا معي وقلت لك أنا من المدريب لي ما كتطورش مع اللعابة والفرقة يعني ما كيكونش تدريب جيد يعني خط المدريب تطور مع الفريق وتطور مع الأداء ديال اللاعبين لذلك يعني بقى فيها الحالة بساب وشي ديالك اللقطة تضلمتي اه تضلمتي لانا كنخصت نكمل يعني أنا ضحيت كنخصت لانا أنا الزمور كتلك لانك رجل كاتبكي اه لا بأمشي تسلمت على الدراري مرحلة وادع مرحلة مؤثرة اه بخوا كيبكي وحتى اللاعبين اللي ما كانوش كي لعبوا هم اللي أطرفي بديوا بكي وصطاف كانت كنا بحل إخوة كانت عند واحد لاعيلة لا صطاف لا لاعبين كنا واحد الفرقة السودي فهمتي يعني عرفنا صنا عندنا فريق قوي أنا تصابوا لي ستت اللاعبين رسمي ما قالوش كي لعبوا وكان واحد مشكلة جاءت واحد مشكلة مسئلة مادية أزمة كانت اللي أطرت على بعض الناج ولكن كانت تخصتك تصبر عليها كما بعد أنا أقول كان مشروع عدابا كان مشروع يعني باقي انت كلاسي تاني ولا تاني مشروع عدابا كان فريق هنا في قسمه أول فريق آمن مشروع فالمدري ما 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 نتاصرش في عشرة المباراة عشرة المباراة نتاصر المباراة وخلاوا وآمنوا بي وفي الاياب جاب للنتاج إيجابية يعني هارف ذاك مدريب يكون تعارفوا كيشتغل مزياء كيحق نتائج عنده طريقة عنده فلسافة الفريق يتطور معك خصك تأمن بي يعني أنا أنا تأثرت وكت واحد الوقت فكرت في الاعتزان لأنه كيفاش أنا قلت ضحيت ومت فريق كنت كنت نحنم مالكو كفت ترزيزان ايه كتت تدريب واحد الوقت صافي شهرت تتغير التليفون مشيت الواحد المنطقة ما قلت جوت شوح شهرت بحل لا تأثرت نفسانيا كتبا غي نكمل وكتبا غي نجح معنا أنا عارف رأسي غادي نجح عارف رأسي غادي نجح وبقى فيه لأنا عجبتني الأجواء عجبتني المدينة عجبني رجمه وبدك لها الأقل كانت عندي واطئة مع رجمه ومع بعض المسؤولين خلاتي بحلّة أولاد الدار الثاني ديالي كتبا غي نشوف هذا الفريق بغيت الرجعه وبغيت يرجع الألمجات ديال وكتبا غي ناوي نديماتيشي كأس الحرش وكتبا غي نديماتيشي كأس الحرش كانوا طلبوني كتبا غي نديماتي أسلح يعني هناك بلحث المدربين يكون قريب من اللاعبين نتا في سوالهم يعني كانت علاقة مع اللاعبين زيانة فمراكش علاقة مع اللاعبين وكان قرار ربما بين قوسي اللي كان قرار أخياتي أنا عارف كتبا غادي عارف رأسي كما قلت لك كتبش أكد أنني غننجح مع تفاريخ يعني الوقت اللي كتبت نجحت فيه بزاف عام ونص وكتبت اللي فترة كانت فيها ديال فترات فارغ اللي بأسباب كتبت ذاك وقت توقف معي قد عطيني التقيق سنزيد نخدم سنزيد نخدم ومين مشيت خاليتي الفرق هم كلاسين مزيد اه نعم كلاسين دوزيام او نتروزيام دوزيام دوزيام فرق تروزيام بوا نعم مازال مازال إلا جيتت تحسبها غادق المدري مخصوش انت مازال 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 انت تدير معي مشروع وأولا نتدير عامين عامين في خبارك دو العام اللي هو حققتين العام اللي هو حققتين وفي باقي يعني لا تأمن مشروع مازال مازال عارف انت مازال نقدر يعني لا يدرنا كتقييم عامرة مية في مية في مشروع والحمد لله كما كتلك كان عجبتني فارغ عجبني جمهور يعني حتى شحويش كتمحروم انه السوال هو الملاعب تدريب كتكن تريني بنهار بالليل يعني تدريب ربعاق ومكان عندي شو واحد عندي ربعاق رفت سوال وكتكن ترينيها في جريدة وكتن ندير كورة أجريدة في واحد كان كريوه بعد 12 ريال الحصة جريدة فيها 40 أعلى 70 ورغم ذلك جاو واحد خينة جاو واحدة من موناكو واحد صديق ذي واحد بريبارتوفيزيك عنده شي لعاق صاحبه وشارج ماتريل وجمعها شينا وانكشفوا شي مباريد دينا واحد دري صاحبي كان جمعنا في فرنسا كيفش كتريني هنا وكتلعبوذك طريقة اللعبة كنش هذا ما صالح الوالو وكتلعوذك اللي عطى الله سبحانا كنديروه بجود كيش كانت علاقة نديرك مع الكريزي بونز كانش مع علاقة جيدة وباقي دابا كيدكروني يعني دائما دائما دابا انا ما كان باش ندخلش للا باش ندخلش للا باش ندخل انحييتشم كامل يعني المواقع باش ما ندخل والله كو الناس كي يستفطوا ليها وكيستفطوا اهديوات باقي يعني كنا عاقوا باقي مسأترين بيها وباقي ذاك الكورة القدم اللي قدمت والطريقة وذاك شي باقي للإعلاج لانه خليت واحد يعني كانت طريقة وحتى كانت واحد ديبك دائما كان دافع الفريق وكان خدم من القلب ديالي فمشي اه برأييك في مستوى المدربين المغاربة لانه انو يكفل اوف تكلمنا على بعض النقر احيانا ما كتلقاش مثلا عش ما تلقاش مدرب مغربي مثلا في اوروبا في دورية كبيرة يعني كيش تغلو في مستوى يعني حتى بعد الدول الأوروبية اللي متواضعة مثلا في تشيك في لاندا في توركيا لكسونبورغ قوبروز لكسونبورغ قوبروز على شون السبب وحقيقة يعني هنا تشي باقي مشغل مغربي افراقي كامل ما كيش افراقي كيدوري في الدور خمسيات خمسة كبرة ولا العشرة كبرة في اوروبا يعني هذا يعني حتى وخيكون زيتما كيجي يدرب هناك مكيدربش في اوروبا يعني ما يعني يعني ستناع دي الرمزي كان غادي مزيان اه كان فارق الرادي فائع يعني دك شي كي قليل قليل يعني غير المغاربة حتى الأفريق يعني مستوى الاخر مستوى كبير جدا فهمش؟ دائما يعني اولا يمكن ما تعتادشون فرصة كين بعض اللاعبين اللي يقدروا او كين بعضين كتاد تطور يعني كين بعض احنا اللي مدربي ما تطوروش دك التطور اللي غيسمح ليهم يدربوا في دك المستوى الكبير فهمش مكينش تطور كبير غيسمح ليهم يدربوا في دك في اوروبا يعني التطور كبير لانك تشوف بعد احيان يعني مدربي كتلقاه كتشوفه يعني واحد المدة يعني يعني مداوتي تعطيها تشوف فرص كثيرة ولكن تشوف الاداء ديانهم ما تكونش في واحد تطوير واحد افكار جديدة واحد افكار يعني وفكرة عندهم حتى المواكبة باش تواكب تطور على المستوى العالي باش غيمشي مثلا المدربي من افريقيا غيدرب في اوروبا ويواكب اذك تطور ويكون يعني يعني قادر انه يستغل يعني خطي يكون زيتم يعني صعيب باش تعطيك فرصة تما يعني صعيب لانا انا منظرش على الدوليات الخمسة لان هذا كالك تلقى المدربين مدرب من مستوى كبير جدا فهمشي لانا يعني تلقى مدربين صعيب باش نصلوا للمستوى ديالهم سردون شكو مدربين اللي استفت منهم في الكارير ديال كلاعب او كمدرب اولا ان فلوني استفت منه كالبسيشيك يعني كالقوي يعني كيفاش كيتطور اللاعب وكيفاش يوجدك المباراة يعني كالبسيشيك مو كان قوي جدا يعني مكاش كيخاف من الخصوم تلعب كورا هجومية مكاش كيخاف يعني كالبسيش كمو خديش منه وعدم الخوف ويعني وكذلك كاد سعم على دكاء يعني شجعة باش يعني تاخد قرارات باش اشراك لاعبين شبال كين واحد يعني في الصرامة في الطاكتك كين محمد فاخير كذلي كين مولدوفان في الطاكتك الدفاعي كين كين البلجيك والترموس كين هريني ميشيل في الكاتكات دو متان ككيديرا كين بعض يعني رابح سعدان يعني عدة مدربين كانوا كتار انا دوس 21 و 22 مدربين كين لك واحد كيفاش تستفيدني مولي كين الاسماء اللي تكرس وهم اللي حقيقة وهم اللي التروفية تبقى كين مقرر رجوع على مسألة الخوف يعني مسألة الخوف اني كينين بوسكين عدنا كين ما قلت لك المدربين اللي كانوا كيعجبوني اه انا عجبني العامري كفاش كان في طوان لانا وقدم افكار جديدة كين كيلعب بدون كين كيلعب مهاجمي وهمي وكيفاش لي كونبينيزو ككيفاش كيشلو كي عزيلي كورا ودائمة كورا هجومية وعامري عنده فكر هجيمي واذا كيعجبني وسألت لات ياما فاش كان في طوان سنتين يعني يقدم كتش كان كتش من العشاق ديال العامري ومن ديال المغري في طواني انا ذاك لانا كين كيقدم كورا جعبيني جدا وانا كالعشاق لانا كوني كان فريق رجوع بيضاء ومن الصور الناس كانوا كي يقولنا ما تضربوش طويل ما تشتوش ما تلعبوش عشوائي لعبوك وراء واذاك شي خديجوا في الفكر ديالي وكو واحد الاسلوب دياله انا كن بغي المدربين على جذكرتك العامري كن بغي المدربين اللي كيديروا استحوات والطريقة الهجومية والضغط العالي وكان بغيش مدربين كيرجعوا للور كخلوهم الكورا لا دفيرسير وكيلعبو لعبو المباشر وكيقاو خايفين ومرعودين وما كيقدموا والو لجمهور يعني بغي خايفة من النتجة غادي يخسر هو بغي كيفكر انت تخطأ عاد باش نجي ناخد نستغل الخطأ ما كيفكرش هو يهاجم ومكيش اغفكار كاملاء ولا افكار هجومية جديدة مكيناش مكيناش بالنسبة اللي انستغلو توجود ديالك معنا والمدربين اللي كيلعبو اسلبوه مقلال دا باق قلال فبوط والي الجيش اغفك رغم انا وكان يعني معيد بدني احيان اللي كانوا كي كريسيكو هيلال الطيران انا وكان معيد بدني لاعبين كيقول لك هدا لاش يكون مدري ووراك يقدموا كورا هجومي رامن مشال شوف طانجة دابا دائما طانجة دابا داري منطعدة تاريخي ووسمع لي يلعب كورا مليك كيت كريتيكي ورانا استيت كي لاعب كورا كي ريدا حاكم ريدا حاكم تي هوتي لعب كورا هادي مدريب ريدا حاكم تي هو مدريبي اللي كي عزيزي لهم في السرافة فمتدي ديال كل علاوي كذلك اسماعيل العلوي هادي كتبقى نقطة ضعف سردوان انه مثلا هدا كان معيد بدني هدا كان كذا نقطة ضعف بالعاكس اذا كشتهد انتلكت مدرب قوي وكي الحسن انتلكت مدرب قوي انتاقده في الطريقة دياله مثلاً واحد كي يجيب ميكرو دبا كي يصدر بمشاموه تدريب ميكرو تبقى يقول شيء ديمو تيكنيك وتبقى يقول لهم الناس يلقى ولكيرام الميكرو الهال التيران هو المدرب المدرب أشنو تيران أشخة تورينا هالماتش أفكار ديالك لدفاعية لهجومية أشنو نشوفون هالماتش أما الميكرو هاكوش يعرف أما الفلسفة هاكوش هاكوش كيد فلسفة المشكلة هالماتش يصدر برسوه أن الميكرو راود تدريب يعني لا لا أعطيتني ميكرو نقول لك نعود لكثير فتا دبرا شايموه هالماتش يصدر برسوه عرف ميكرو تبقى الميكرو المدرب اليوم نفاصل على الفارق في القسم الوطني الأول المحترفين ما غادش يشتغل في هذا القسم حتى نهاية الموسم كان جدل كبير انتا عندك قصة أنك تواصلت مع ماندوزة والمالويدادية كان احتجاج على المدرب وشنو تقدر تقول لنا في هذا الموضوع وحقيقة يعني كما قلت لك هذا القانون هذا حقيقة يعني كرفس المدربين يعني كرفس المدربين والله العادي من اليدفق شي مدربين يمساكن في الهواج شو ما يتمنعوه والله ما لقيهم يدخلو الوليد ومدرم دائم مية يعني هم باركين بدون العمل وهذا العمل الذي عنده يعني ممكن نهردر هذا القانون كان تصرح اه انا متابق معك يعني نهر بحل المدربين يدربون ثلاثة الفرق موسمة واحد يمكناش على الأقر كان يتقنن ويأخذ ذاك السرعة ما كونش تتحدث عليه اه اه جا تضيقوا علينا تصور هذا القانون ما كيش دولة في العالم نشو احنا الدوري الإنجليزي وخمسة دوليات العالم عندك حق الجمرات وعودتين عندك طلع اولا تهبط شغلك مهم بكل قسم الجمرات ممكنش كيش عندك واحد تونسي نه تيدرب هناك كيش تحيدو كيمشي للجزائر كيمشي لتونسي أو تاني في بلاده ويمشي ليبيا وانتا بلادك داي وبلاده عنده حق جوش يعني احنا هاد عام ونص والمقترح محطوط يعني احنا كنا اشتبشرنا خين اللي انا قل لك فهذا الاشتماع الأخير الاشتماع الأخير ما تطلعش تطلع حوق يعني ماندوزة دائما لان المدربين بغوا يتجمعوا وانتا بغوا يتجمعوا يعني كيتحدو بعديات وبلاده اللي هوات لانا اصيرتوا مدرب الشب واشميتين واتلتمية مدربة ان مساكن بغوا يديروا واحد عارضة او يديروا محامي ولا غادي اغا يديروا ادراب لانا ميمكنش قلت الماندوزة قلت لو ديت الناس رمحتهموا شوية دي اغا يعني ما 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 تحدوش على هذا الموضوع قل يا وقسيم بالله لا قول الناس قل يا بغوا يديروا وانا كنحلف لك بالله قل لي ووصل لهم ان القانون او رماندوزة وقلوا اهدرب اسم ديري انه بداية من السنة المقبلة انه غي دير هاد القانون غي تغيير لانما غير صالح بعد مراتا نقولك احدا بعد مراتا مدريف مستوام حق النتائش ياك داس مني الدورات ولي عشرة حيدو صافي تدفن ملقيتش تخدم وانت عارفين هاد الناس انه مدريب كينش هام مدريب مستوى وعارف غي قدم غي قدم اضافة للبطولة وغي قدم فورشة عاد زيد كين رؤساء ان ديال يقدر يحيد المدريب جماعة شهاته وغشاته وثلاثة 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 ما كيناش وقانون العمال ما كيناش هادي ما كيناش هادي ما كيناش وده بحالة مدريب سكين ولا شفاف بحالة ادير ولا شفاف بحالة اردوان ناس توجد ديالك معنا لانه الوقت كده اهمنا رأيك في المتخب الوطني مغربي نتائج محقق اليوم انتصار بصعوبة على المتخب الانجولي في مباراة ويديا تعادل مع المتخب الموريتاني اللي كان جاء منقص بتقريبا بجوشة اللاعبين الاقصاء المر اللي كان في كاس افريقيا شنو واقع كيفاش كتشوف انت كايطار وطن؟ وحقيقة شي ممكن في كاس العالم ممكن انا كنت كنحل له بعد المباريات وقلت ان الطريقة في افريقيا غتكون مغيرة لان واحد وقت وصلنا للعالمية نعم يعني ده باولوك يشوفونا الفرق شوفه اخرى وتحنا في افريقيا وانين نشوفوه اخرى لانا ممكنش عاود تاني ذوك فرق اوروبي خليت ليهم كورة وغتخلي كورة لفرق افريقيا ذاك وقت انت اللي غتكون عندك الاكسي وماشي لاغياكسي يعني انت اللي غتتسحوهد يعني الوقت لقينا الفراقي يعني الوقت اللي اللي رجعوا لنا لها لقينا مشكلة حتى نعتكال مباريات الاخيرة ما نحضروش على كاسب لقينا ادارونا بلوك ديفونسيف ما قيناش حولوا هنا رغم انه كي النجوم اه كي النجوم هنا خص الوقت انا نقدر يعني انعضروه انه خص وقت وخص للدبا دبا خص واحد الوقت دبا اللي نغير تاح فرقاي غاديشتاغل انا عارفو غيشتاغل متقم كيفاش تلقى حولول ده متخابات لك كيفاجوه فيك ان بلوك ديفونسيف كمباكت لان دابا كورا تقايد دام تطورت تاكسيك وصيرتو الدفاعي كل شو لك عارف يدافع كل شو يصدع لك المنافذ يعني كيدولولك بلوك كمباكت يعني فليكسيبل تيصدع لك جميع الممرات الممرات يعني خصك انت تلقى حولول يعني دابا الان دابا وليده خصوه يعرف انه خصوه من الان فصايدا انه خصوه يشتاغل على الحلول الهجومية ضد هات الفروق اللي كتلحب ديفاعيهن يعني خصوه يخير عنده يعني هناك تيبالك اللي هو ترينو الفليكسيبل يعني جميع يعني الان الشتاغل لاب الفيديو ولاب اللي انه قليل فيك يتجمعه يعني غيت تواصل مع لاعبين غادي يدير دراسات وخطة تاكسيكية بشانه يقدر يولي يقدر تفكت شفراتي لانه تستطيع لانه لشتاغلتي هتعرف كيفاش توصل الخصوه تسأل بوطولا كيفاش كتشوف الراجاوي للجيش بسرعة هذا سرعه وواحد قد الفورق وشوش اللي كي تربوني يعني هم اللي موسمي والجيش هاي حتى ديت السنين لانه عنده مشروع وهذا هو المشروع لانه منجحه من بعد يعني غادي قتل اخر لحظة فهمتش انا بني انتيو بغير راجا وكي صعيبة من انه الجيش فريق قوي يعني من الفورق اللي كي تربوني وكيعجبوني حقيقة يعني كي داعي تسسعين دخائقا كي تيرا في مستوى وكي سيطر وانه من الفورق اللي كنت لك يبغيوا استحواد يعني هو تونسي كيش ترف إلا جاء اترون جيب حلق يعني وجاو درب وقدمنا كورة هجومية وكمل المشروع اه ميبقاش في الحال انا اللي جاء بحلال مدريب انا نديلي شاب وناخدهم عنده افكار ما تجيب يا مدريب قايدينك الدفاع لا افكار لا حوله بحال دبا جيبنا البنزارتي مدريب قوي كان في موسى و لكن ربعة وسببين سنة بنزارتي في الليبيا و في جزائر و في تونس و في المغرب و واربعة وسببين سنة بقاش داك الجهد بقاش داك العطاء حيث كورة راكت بغين الجهد العطاء انفعال يعني دبا مثلنا رمزي رمزي تتخليلي الفرصة يكمل شاب فيمتي وبلية كين واحد الفلسفة بدأت ووصل معك النهائي يعني انا مفضل رانوز دي كرغي يحقق ناسي احبو ظلمي كرغي يحقق مثلنا البنزارتي ماشي كان نقص موسى و لكن ربعة وسببين سنة و ازمعادي راييانا المدريبين المغاربة ايهانا الدوري المغربين و دايمة المنقذ اه راييانا اه راكبيرا ماش مدريب مستوى مدريب هجومي و مستر بريسي و لكن مبقاش عنده يعني القوة دي اللي هاته و دايمة النتائج و احتى الطريقة مبقاش و مبقاش كي سيطلع القروب يعني ممكنش نبقى نعطي فرصة الواحد ربعة وسبعين لكن كان هين بيها المدريبين مغاربة و كان هين بيها يعني كان هين بيها الدوري الوطني اكيد حالك تقول را ما عندش سردوان الوقت يعني كده اهمنا نعم و اختصرنا و اقدرنا بالزربة نعم و ما شاء الله تاريخ كلاعب و طموح كمدريب شكرا جزيلا لك على تلبية دعوة بودكاستر المنطادة و انتمنى دايما تكون ضيف عزيز معنا في هينس بريس شكرا شكرا الاستدافة والشكر موصول ايضا اليكم متابعين الكرام و الى اللقاء في عدد قادم من بودكاستر المنطادة